السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد ثابت هنبدأ النهاردة ان شاء الله دولة Ubuntu From Scratch زي ما كنا اتكلمنا قبل كده على مقدمة وقالنا ان هنبدأ بالإنستوريشن في بداية بس خاصة هنروح على الموقع الرسمي بتاع Ubuntu و هننزل اخر اصدار من Ubuntu و لو اي حد ينزل اصدار قديم لا يوجد مشكلة اي اصدار سيشتغل معنا ان شاء الله نفسها لا يوجد اي فرق دلوقتي الكيس الاولانية او اول حالة ممكن تتواجد معي في الاسناء التسطيب ان انا عايز اعمل ان انا اشغال بالفعل بنظام تشغيل ويندوز اي حاجة من دول مش تفرق وعايز اعمل انستول للنسخة او ديستربيوشن بمعنى اصح قولي اذا انا هعمل الوقتي ان انا بعد ما نزلت النسخة بعد ما زلتها من الموقع الرئيسي هحرقها على DVD او على USB و اعمل بوت منها وبعد كده هنكمل عادي جدا هنبتدي خلوط اللي بنعملها عادي جدا انا عادي جدا انا عادي جدا هنا في الحالة اللي انا اشغال به الوقتي طبعا انا اشغال به اساسا اوبراتنج سيستم منيكس اشغال به ابونتو او 12 عشرة فانا مننزل برنامج اللي هو ال vmware workstation او ممكن تنزله فرشوالبوكس ويفرضل فرشوالبوكس بقعني بس عشان انا مش عندي البرنامج دلوقتي مش عندي متن انا نزله اه تمام فبعد ما ننزل البرنامج هو عبارة عن ايه البرنامج ده خاص انه هو يعمل محاكاة ال operating system يعمل لك operating system حقيقي تقدر تجربه مفيش اي فارق بينه نظام المتصلطة على الجهاز تمام ده كتحالي كتحب اوضحها بس انتو بالنسبة لكو هتشتغلوا عادي جدا مش هتطبقى مطلبونك من الخطوة ده او اللي يحب انه يجرب على ويندوز على vmware بصفة عامة ويجرب التوزيع ونشوف اذا كان هينفع ايشتغل عليها ولا لا زي ما تحبه لكن انا هفترض الحياة الاوانية ان ناس مسطروا ويندوز سيفن وحب ان انا وحب ان اشتغل على التشغل اوبونت وقصادها تمام في البداية بس هزي ما قلنا هنحرق نحرق ال dvd نحرق ال dvd او usb عندي بالنسبة للوضع انا في الوقتي هاختر ال cd عشان نعمل منها بوت تمام اختر اروح المكان اللي متسايفة فيه واختر اوبونتو تدتاشر انا منزل اربعة وستين كل واحد اللي حسب بقى اللي بيشتغل بي اربعة وستين او اتنة و تلاتين تمام الخطوة دي بالزبط كده تعادل ان انا عملت اا جبت ال dvd ووصلتو بالجهاز الرئيسي او ان انا حطتي usb لو نلاحظ ان اقول ان هي استوانا في استوانا اا اوبونتو تمام انا حيتطلب مني عشان طريقة دي ان انا افرضي بارتشن للوبراتنج سيستم تمام مجرد منزل المدخل dvd حاليا بالفعلة ظهرت عندي هنا تمام انا هتطلب مني ان انا افرضي بارتشن دلوقتي ده البرتشن السي ده اللي في الوبراتنج سيستم وعندي البرتشن دي انا كنت مفضيته قبل كده وفيه البرتشن اي فيه داتا عندي ما داتا عادي مش نجي يمعها عشان ناس بتقول ان linux بيعمل delete او domain format للبرتشن كلها وبفارمة ال hard disk لا احنا هنشوف الخطوة المسؤولة عن كده ونشوف ازاي ناس بتقع فيها تمام في بداية اللوات انا حديت ان البرتشن دي هو اللي حستخدمه لاني نزل عن التوزيع هو الاسئيس بتاعه 15 جيجا اه 15 ونص كده تمام كل انا هعمل دلوقتي ان انا هبتدي اعمل reboot للجهاز تمام اعمل restart ومجرد ما اعمل restart هدوس انا اعمل boot من DVD ايا كان بقى F10 F9 ال function المسؤولة عندك انك تجيب boot من USB او DVD هتل boot منها وابتدي اعمل بوت من DVD او USB انت شغل به تمام لحظة بس الجهاز يعمل shut down ربنا ما كانش عليها بيكشين كتيرة شغالة انه بياخد وقت في shut down من العيوب المعروفة طبعا يعني مش محتاج ان انا اتكلم عن المشكلة دي المهم بقى بمجرد ما يخلص ده لو ربنا يسأل وخلص يعني المنتظر اهو كده الفيديو وحجمه بيكبر على الفرض يعني معين المهم بمجرد ما يجي انا ادوس ادوس escape عشان اعمل boot من CD تمام اقول له اختران اعمل boot من CD حيبتدي كده يبوت من من الاستوانة اللي هي محروق عليها مسبقا اه توزيح اوبونتو تمام حيبتدي اعمل boot من الاستوانة زي ما انتم شايفين دلوقتي وبعد كده هخش على install نستنى كده بس الاول حد لما يخلص وهيخش لايف على الاستوانة وبعد كده هيشوف اذا كنت انا هشتغل لو انا عايز اعملها test live ما فيش مشكلة اخشي واجرب التوزيح عني غير ما اعملها install ما فيش اي مشكلة بس بالطبع هتكون تقيلة لان انا هكون شغال على cd تمام هدلوقتي هيبتدي يخش على install تمام اهو بقول لي هنا هل ما انا عايز اعمل install انت تقيل اللي انا عايز اعملها try لو انا بصد try هيقول انه هيخش على النسخة live واشوف اللي انا عايز اعمله عايز اجربها واشوف البرامج اللي فيها اي حاجة انا عايز اعملها فيها هتبقى متاحة بالنسبالي او معظم ال function متاحة بالنسبالي تمام انا في غينة عن كده انا هعمل install مباشرة هكوشن نعمل له install طبعا اللغة اختارها انجليش لو عايز عاربة فيش مشكلة بقول لك انت requirement اللي عندك عشان تعمل install انك تكون متصل بالانترنت وانك تكون عندك مساحة اتليست خمسة واربعة من عشرة جيجا free free hard disk تمام؟ هو الجهاز متصل بالانترنت بس طبعا مش شايفه انا مش موصله بالانترنت لسبب واحد عشان هيامل update سو هيطول تمام؟ هقول له continue هيبتدي بعد كده الخطوة اللي هي بيقع فيها الناس كلها وبيقول ان linux بformat hard disk ايه عبارة عن الناس من قبل الادشان ده او قبل التوزيع ده على ما اسكر كان اول خيار اللي هو replace على ما اسكر كده اه وتفر مش مشكلة للفكرة جاب لي هنا اكتر من ثلاثة option بقول ان انا عايز اعمل install لوبنتو inside windows ده عن طريق ان انا حيخش على البرتشان اللي هو فيه ويندوز ويعمل له install عليه ما انا ما بحبش الطريقة دي او مش كويسة عادي يعني ممكن تجربوها بس انا مفضل انه يكون على البرتشان لوحده بحيث ان لو ما يبقاش معتمد على ويندوز في حالة ان ويندوز وايع او 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 ده العادي طبعا فما اخسرش التوزيع بحيث ان كل واحد على برتشان اللي واحده تمام انا اولا انت عايز تعمل replace لويندوز سيفن بوبنتو ولك في الحالة دي ايه اللي هيحصل انت كده هتمسح ويندوز وحتمسح كل كل حاجة موجودة وحتفرمت الجهاز ولا انت عايز تعمل حاجة تانية انا اخطر الا انا اعمل do something else واقول له continue حيبتدي هنا يجيبلي اللي موجودة عندي في الهارت وعن طريق البرتشان زي اختار البرتشان اللي انا عايز اعمل له نسطول عليه هنا بيقول لك ان اول واحد ده الويندوز لودر اللي هو الميت نيجا بيكون في الاول بعد كده عندنا البرتشان الثاني اللي هو 23 جيجا اللي هو ده متسطب عليه ايه ويندوز سيفن وبعد كده عندنا اللي هو 15 جيجا ونص اللي هو 16 ده بعد كده البرتشن الاخير اللي هو 25 ديجا اللي هو كان الـ E على ما اسكر تمام؟ في حاجة بس هنا البرتشن الهاردسك متقسم SDA بيرمز لبرامز SDA SDA في حد كان الهارد الاولاني اول هارد في حيبقى ايه؟ اول هارد وبعد كده بالتبعية اول برتشن في اول هارد حيبقى SDA تاني برتشن في اول هارد SDA 2 واحد وأول برتشن SDA 1 وبالتبعية كده نفس التقسيم في حالة مثلا البرتشن الثالت في الهارد التاني هيبقى SDA B البرتشن الثالت يبقى ثلاثة وبالتكرار كده الكل انا هختار هنا ده البرتشن ده اللي انا مفضيه دلوقتي انا ممكن من قدام ان انا اعمله الاول دليت كده او ممكن اعمله فورميت لكن انا هعمله دليت عشان حاجة معاينا حنشوفه مع بعض معلمة المينوس دي عن طريقه لو ادوست عليها حيبتدي اعمل ايه؟ دليت للبرتشن ده بالفعل اتحول لدليت وتعاملت لفري سبيس انا هقول له ان انا عايز اعمل ايه؟ ابتدي اوضيف برتشن جديد طب تمام البرتشن ده هيكون بالفول سياس بتاع البرتنج سيستم ابتدع بتاع المساحة الفاضية هقول له لا انا عايز اعمل برتشن كده يكون حاجمه كام؟ هعمل حاجة اسمها سواب اريا تحتوى ايه؟ ايه الاسوب اريا دي؟ قال لك لسواب اريا الا اعمال عن jego مساحة بيستخدمها نظام التشغيل كرامة الا بعد ذلك وانا겠어 امامه اتفgh لماذا كده ؟ انت بتقول لي حيستخدمها كرامة اقول لك تمام خلاص ما تخليها لي خمسة جيجة او عشرة جيجة من عندي بارتشنز ممكن افضلك بارتشن تاني خالص كده تخط فيه السواب ده وتزايد مساحة الرام قال لك لا الموضوع مش بيتقاس بالكده انك انت عندك مساحة فاضية فتاخدها سواب الموضوع بيتقاس عن طريق اي من اعلى برفورمانس ما تتاخد من السواب ده بشارط ان هو ما يزيدش عن ضعف مساحة الرام الاساسية او قدها مرة ونص احنا بنقول ضعف لسوء الحسابات او مش تفضل او مرة ونص في شيء مشكلة واعلى برفورمانس هيكون عن طريق اي من الرقامين دول فانا اخترت سواب ايريا واخترت اثنين جيجة لان الرامات بتاعت الجهاز الاساسي عندي واحد جيجة ما فيش مشكلة ان هي مش تحت شرط بالحسابات الدقيقة او يعني ان هي لازم تبقى تيب كلا ما فيش المشكلة ان في البيهاز الرئيسي مسلا عندي اربعة جيجة رام ومستخدم السواب تلاتة وسبعة من عشرة جيجة مش هتفرق مش هيقول لا بس الفكرة ان دي تبقى باقصى حاجة ممكن تستفاد منها من السواب هقول له موافق على كده هيتبقى عندي سبيس كام اربعتاشر جيجة هقول لنا عايز اعملهم بارتشن جديد اخلهم كلهم كبارتشن وفي نفس الوقت البرتشن ده عايز احط له النوع فايل ايه او نفتكر في ونز مايكروسوفت كان عندنا اكتر من نوع فايل زي انتي اف اس فات ستاشر زي كده في دينكس بقى ممكن هى اي اكس اي اي اكس تي اس اي اكس تي واحجز حاجة منهم اللي هي اكس تي فور جورنالينج فايل تمام اخترها واقول له في ويندوز كان على سبيل المثال انو انصحها التعبير بس عشان الناس اللي هي جاية جديد الصورة ما تلتبسش عليهم في هذا المكان نعلم ان الاسلاش دي يعادل الاسلاش، ان اخترني ويقول ايه هذا يعادل الاسلاش بحسن البرتشنز عندي هنا يجب الاسلاش اخرى من الاسلاش حاولوا الاسلاش وادوس موافق على كده تمام حيبتدي اه اه انا شكل الهارد بصفة عامة والبرتشن كل بارتشن اسمه كان والفائل سيستم بتاعه هنا هو السواب اللي هو اسي دي فايف تمام حنبتدي بعد كده نعمل انستول للدستريبيوشن لبشارتنا اقول له انستول نعم تمام حيبتدي اه يعمل ايه يلود الداتا من هنا اه يلود الحاجة وعشان نعمل انستول بس اثناء اه اثناء كده هيتطلب من هنا بعد الحاجات الانفرمولتين الخاصة من اني نعملها هقول له المكان اللي انا في انا في مصر هنا في الخريطة هحتي شوية كده اه كده لأ اه الحاجة الوحيدة اللي عرفت عن مصر انها في منطقة اه الحاجة الوحيدة اللي عرفت في الخريطة من مصر هنا اشو مش كده ايا كان بقى المكان ده فين بس هو في مصر هقول له بعد كده اكتنو لو انت كنت تكوننكتل بالانترنت هو حدي تكتل مكان اللي انت فيه اوتوماتيك تمام هو اوريد بدأ يعمل قابل الملفات عندك تمام بيقول لك الكيبورد اللي هي لغة اللي اعطي اضيف لغات تانية لا انا هنخليها انجل زي ما هي وبعد كده هنعمل دارسي خاصة ان انا زي ما غير لغة ونعمل السيمبل سيتنج بتاعت الدستربيوشن بعد ما تعملها نوستر مباشرة حاولوا كونتانيو لو تلاحظوا هو هنا بيعمل قابل الفايل ده اختصارا للوقت عشان انا بمجرد ما اخلص الانفورميشن دي هو في الاول كده بعد ما قسمت خد مني الحاجات الاساسية بتاعت النظام وبدأ يشتغل عليها علشان يبتدي يسطر النسخة لكن الانفورميشن اللي انا بدخلها دي حاجات اوبشنال فمش مبنية فمش محتاج انه يوقف السيطة بكل وحد لما يطلب مني الحاجات دي لا هو انت اشتغلوا الحاجات دي ها احتاجها بعد ما السيستم اتعله انستول او في اخر خطوة حاولوا مثلا على سبيل المسال هاخليه مثلا اي تريبل اي الازرع تمام والجهاز اسميه اي تريبل اي تمام اا وبعد كده الباسورد الباسورد بسيطة جدا اي تريبل اي تريبل اي تعم وقال لك شورت باسورد بعد كده بيقول لك هل انت عايز يعمل لوجين اوتوماتيك بمجرد ما كل مرة تيجي تخش يعمل اوتوماتيك مكلفش منك الباسورد ولا عايزوا يعمل ركوير للباسورد كل مرة تيجي تعمل لوجين على حسب استخدامك انت بس يفضل طبعا انه يتبقى ركوير مي باسورد تمام بعد كده ادوس كونتينيو تمام ولما لاحظ هنا كده عملية الكابي في اخر مرحلة لها او في خلاص في الاخر لان زي موتا حضراتكم كان بيبدأ كابي بمجرد ما دست اا انستول اوبونتو اللي هي بعد عملية بعد مختيار البرتجن اللي انا هحط عليه السيستم تمام تمام هنا بس في حاجة كده لحد لما يخلص هانا هوقف الفيديو بس لحد لما يخلص عشان الفيديو مابقاش حاج موتويل بس تمام وبعد كده اناكمل تاني خلاص او ما اخدش وقت قرب يخلص الا انستول تمام الوقت بعمل من الهارد وير اللي موجودة عندي بمجرد ما يخلص هيعمل انستول لحاجة اسمها الجرب هذا الجراب عبارة عن البوتلودر لينكس اسف الذي سيجعلني اقدر اسويتش في الجهاز بين توزيع ابنتو و نسخة ويندوز 7 في حالة ويندوز ويندوز لا يعرف اي نسخة من لينكس لكن هنا في لينكس لا مختلف اي اي او بريتنك سيستم تاني موجود مع نفس الهارد تمام و هنشوف ان احنا لو عملنا نستور بعد كده مرة تانية لنسخة ويندوز واعت و ده الطبيعي و ده العادي يعني في اي الوقت ممكن تقع و جيت مرة تانية سطابت النسخة ويندوز 7 على الـ C هلاحظ ان البرتشة نفسه بتاع نسخة لينكس مش موجود او مش شايفه اساسا هو موجود بالفعل بس الجهاز مش قادر يشوفه و قادر يعمل سويتش ما بين اي او بريتنك سيستم بقى عن طريق ان البوت لودر بتاع لينكس مش قادر يشوف ويندوز مش قادر يشوف لينكس تمام هنشوف انهي هنا بالتفصيل قده ان شاء الله اعمل لوقتي رستارت نوع بعد ما اعمل له رستارت هتدي يعمل رستارت عدي جبه للماشين وحنشوف الفريق اللي هيزهر في الريستارت ده لما يكون عندي اكتر من او بريتنك سيستم على نفس الماشين تمام اللي يشيل بس الاول كده اعمل في الحال دي يطلب منك نتعمل ايجيكت للس دي او انا عملة لها ايجيكت لواحده تمام ممفيش مشكلة او دلوقتي بدأ فبيجيب لي بيقول لي انت عندك اكتر من اختيار ممكن عايز تخش على اوبونتو في حالة الجرافكال هم مش جاية بس هي الجرافكال اللي هي عادي يقضى الطبيعي او عايز تخش على وضع ادفانس اللي هو عايز تعمل او عايز تعمل او عايز تخش سريل كونسول ايا من الاختيار وبعد كده عندنا بقول لك ان في بارتشن اه البرتشن اللي هو السي دي اي واحد اللي هو اول بارتشن في الهارد اللي هو بالطبيعي سي ده عليه ويندو سيفن تمام اولي انا عايز تخش على اوبونتو بحيات ما دخلت على ويندو سيفن حيخش بوت عادي جدا كان عندي ويندو سيفن بس وهيتعامل مع الرسورس بتاعت الجهاز كلها على ان اي بيعطيها الويندو سيفن ونفس النظام اللي دخلت على اوبونتو ان في شايتر هيبتدي دلوقتي يخش على اوبونتو خلاص وبالفعل يدخلها وخلاص هدخل الباسورد اللي انا اعطيتها للمستخدم تمام او زي ما تلاحظوا ما خدش وقت اساسا عشان يعاني نعمل ريبوت او عشانnesday وينخش على او اي مشكلة عندنا في البرنامج فهي طول هسطبها للوين عشان ќ を ميتها